من المقرر التصويت على آلية تعليق نظام التأشيرة المفتوحة من قبل البرلمان الأوروبي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري بحسب ما نشر الموقع الرسمي للبرلمان مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي توصلا أمس إلى نص توافقيا بشأن اتفاقية تعليق نظام التأشيرة المفتوحة وهذا الأمر يعتبر العقبة الوحيدة أمام عملية إلغاء التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الموافقة على هذه الآلية ستلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار تحرير التأشيرة مع كل من أوكرانيا وجورجيا ومن المفترض أن يتم التصويت على هذا القرار في منتصف يناير من العام المقبل